إذن قلق الأمم المتحدة لن يصنع سلاماً للليبين هكذا اقتنعت يبدو حكومة الوفاق في طرابلس ولذلك هناك مقاومة شرسة وترفض أي تدخل لقوات حفتر إلى طرابلس هذه القوة ربما في موقف الحكومة جعلت المواقف الدولية تتغير نوعاً ما تصالات أمس كانت للسراج من طرف إيطاليا وفرنسا وكان هناك حديث ربما شديداً بينه وبين الفرنسيين الذين كثيراً ما جاملوا حفتر طبعاً هذا الابن المدلل لفرنسا حفتر حفتر تحن إلى استعمار أو استدمار الماضي تحن إلى الشرق وتحن إلى الجنوب وإذا ما استطاعت أن تدخل حفتر بقواتها العسكرية هي وبدعمها العسكر الغير محدود إلى طرابلس وبذلك تستطيع أن تضمن ليبيا بالكامل وتحاصر الجزائر وتونس والمغرب ويصبح الاستعمار الفرنسي متغولاً أكثر مما كان عليه في سابق السنوات الماضية فلماذا تغير موقفهم وصاروا يتصلون بالسراج وأنهم يدعمون حكومته ويرفضون تحركات حركة هم أمام إحراج دولي اطلاعاً بالقانون الدولي وأمام الاتفاقيات السياسية والاتفاقيات الدولية التي ألزموا بها هم الشعب الليبي وأكرهوا عليها الشعب الليبي عندما أعلنوا وأقاموا ونسجوا اتفاق السخرات وأدخلوا السيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته عن طريق الفرقاطة في تلك الفترة واستوعب ذلك الشعب الليبي وهم الآن ينقلبون على هذا الاتفاق وينقلبون على هذا المجلس وعلى هذه الحكومة لكن عندما توافد المدنيون والوطنيون والعسكريون والجيش الليبي في المنطقة الغربية ودافعوا على هذه المنطقة ودافعوا على الدولة ودافعوا على الاتفاق السياسي واتفاق السخرات فعلاً كان موقف سيد فائز السراج موقف قوي وموفق وللأمس القريب بالأمس فقط كان هناك قرابة 30 شخصية من الشخصيات الوطنية متنوعة من عدة مدن وعلى رأسها مدينة مصراتة اجتمعوا بالسيد فائز السراج وأوصلوا له عدة رسائل وطنية في اتجاه بوصلة الوطن السيد فائز السراج كما ذكر ولي الحاضرون في ذلك الاجتماع بالأمس أكد لهم تأكيداً قاطعاً أنه رافض تماماً لموقف حفتر وأن العملية لن تتوقف حتى يتم تطهير كل المدن وأن حفتر خارج الشرعية الآن ويجب على سيد فائز السراج أن يطلع وأن يمارس دوره الحقيقي بناء على اتفاق السخرات وبناء على القانون والاعتراف الدولي به المعترف الوحيد به في اتفاق السخرات وفي المسألة الليبية هو السيد فائز السراج وبذلك الآن وضعت هذه الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر هذا المنقلب وضعت في خانة الإحراج الدولي وضعت في خانة الإحراج بل والمساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي وأمام القانون الدولي يعني كأن طرابلوس أصبحت لقمة أكبر من قدرة حفتر على ابتلاعها هذا يهدد طموحه السياسي بشكل كامل الآن طرابلوس هي أسد كان نائم استيقظ هذا الأسد وإذا استيقظ الأسد فمن الصعب أن يقفه أحد خاصة عندما يكون هذا الأسد تحت الشرعية وتحت القانون وتحت الاعتراف الدولي الآن كل القوات التي تقاتل في المنطقة وتدافع عن طرابلوس هي تحت شرعية حكومة ورئاسة الوفاق وهذه الحكومة وهذا الرئاسي معكر به دولية اشتركوا في القناة